خافش على الأهل حي ما تخافش على الأهل طول ما الأهل وراه كل هؤلاء المحبين ليه والمخلصين واللي بيسعدهم الأهل بانتصاراته وهدفهم باستمرار إسعاد الأهل وجماهيه أيضا ووراه سوابته وقيمه اللي عيشه كثقافة حقيقية في كل عناصر تنتمي للنادي الأهل ده كلام مهم جدا يا جماعة بالمناسبة برضو هذا الأسبوع شيعت جنازة المغفور له بإذن الله تعالى الحاجة تيسير الهواري واحد من الناس اللي أخلصت في عطائها وحبها للنادي الأهلي لغاية لحظاتها الأخيرة في الحياة والمسار حياته وتفاصيل حياته في الإخلاص والعلاقة والارتباط بالنادي الأهلي بحب الحياة يسعد كل الناس الفندق اللي توفى فيه الحاجة تيسير وهو ماسك المصحف اتوضع عشان يصل الظهر وماسك المصحف قبل الصلاة سقط من الكرسي وتوفاه الله في لحظاتها الفندق الكبير القريب من النادي الأهل اللي اعتاد أن الحاجة تيسير يستقبل ضيوفه فيه ويقضي وقته ويمارس الرياضة من خلاله بصوا إدارة الفندق مشكورة تقديرا لهذا الرجل الكبير رحمة الله عليه احتفظوا بالكرسي اللي كان جالس عليه في نفس الترابيزة اللي اعتاد الجلوس عليها يوميا والمصحف اللي كان في ايده على الترابيزة وحطوا رخامة كتبوا عليها اسمه وقفلوا الشمسية وشالوا كل الكراسي إلا الكرسى اللي كان يجلس عليه وقالوا أنه هم حيسيبوا يمكن حتى يكلموا لأستاذ حزم الهواري نجل الشقيق الحاجة تيسير وقالوا له الترابيزة بتاعة الحاجة تيسير هتفضل مغلقة بهذا الشكل تحمل كتاب الله لمدة 40 يوم وبعد ذكرى الاربعين هيحطوا لوحة وشريط اسوي دهو دليل حداد وشريط للحداد على هذه الترابيزة وهذا الكرسي اللي اعتاد الحاجة تيسير أنه يفضل فيه ويستقبل ضيوفه من خلال نفس الترابيزة في حديقة هذا الفندق الكبير سيد إبراهيم أنه بعد كده تأبين لي وتخليدا يحطوا لوحة رخامية خلف هذا الكرسي عليه اسم الراحل الكبير شكرا جزيلا لإدارة هذا الفندق على هذه الروح الطيبة وهذا التقدير الذي يستحقه الحاجة تيسير أنا بالأمس كان عندي شأن لازم أروح الفندق ده حجم الحزن والتقدير والمؤذرة الإنسانية للحاجة تيسير الهواري يعني فاق وأدهشني فاق توقعاتي وأدهشني إزاي هذا الرجل سيب هذه البصمة فندق فندق علامي مش أي كلام ولكن الرجل ده الترابيزة دي كانت بأي وقت الصبح لازم تروح ليه قاعد عليه يعني إذا كانت تكون مكتابه اجتماعاته كده أصبح الرابط أو البندو بينه بين العاملين والضيوف الدائمين أصبح فيه معايشة إنسانية اقتضت أن يعلن الحداد لهذه الترابيزة وهذه الطاولة أربعين يوم شريط أسود ومصحف الذي فارق الحياة وهو يقرأه أي أقول لك آخر اتصال في هذا اليوم كان مع من كان بيتكلم بالكابتل السيد على الحفيز لا أتخيالك لن تيجي سيبك من الجائزة على المش عارف إيه مش وقته النادي الآلي فكابتل السيد بيتكلم عشان يحدد معادي قابله يا هو قال له تعالى للساعة اثنين قال له البقاء لله قال له البقاء لله قال له تعالى للتنين بيتكلم اتناشر يأكد على معاك البقاء لله رحمة الله على هذا الراحل العظيم الاحلاوي اللي أنا قلت لك بحق سبقنا جميعا في العطاء وفي الإخلاص وفي النموذج الذي قدمه بصدق الرحمة والمغفرة له وأن نتأسى به بإذن الله